بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أخواتي الكريمات إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع كلمة هذه سأخصصها للحديث عن دعوة الصائم في رمضان نحن مقبلين على رمضان ولم تعود تفصيلنا عن استقبال هذا الشهر الفضيل وهذا الضيف العزيز إلا لحظات معدودات شهر الصيام الذي ميزه الله عز وجل وفضله عن سائر الأيام والشهر الأخرى بمدى ميزه الله ميزه بعدي بكثير من الميزات من أهمها وهو أن جعل الله تعالى دعوة الصائم مستجابة فلماذا جعل الله تعالى دعوة الصائم مستجابة كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوته وذكر من هؤلاء الثلاث الصائم حتى حتى يفطر فالصوم أيها الإخوة الكرام هو عمل صالح وكل عمل صالح يستجب الله تعالى الدعاء فيه هذا الصائم جعل نهاره منذ طلوع الشمس إلى غروبها وهو صائم جعل نهاره في الصيام وليله في القيام والاحتساب أمره إلى الله عز وجل بمعنى أن العمل الصالح هو موجب لاستجابة لاستجابة الدعاء هذا أيها الإخوة الكرام يذكرني ويدكرنا جميعا بحال أولئك الثلاثة الذين دخلوا غارا وأغلق عليهم فقال قائل الحديث ورد في صاحب إمام بخاري نذكر فقط لكم معنى هذه القصة قال قائل من هؤلاء الثلاثة إن لا ينجيكم من هذا الغار إلا دعاؤكم لله عز وجل بصالح أعمالكم فلما ذكر كل واحد منهم صالح أعماله فرجت عنهم الصخرة وخرجوا من الغار الخلاصة من هذا الحدث هذه القصة هو أن صالح الأعمال ينجي صاحبه وأن دعاءه يستجيبه الله عز وجل فما الذي ينبغي أن نفعله نحن ونحن مقبلين على شهر الصيام وعلى شهر رمضان الفضيل يجب علينا جميعا أن نستثمر هذا الشهر الفضيل أن نستثمره في الدعاء والاجتهاد فيه وأن نكون موقنين لنا اليقين بأن الله تعالى سيستجيب لنا هذا الدعاء لأننا نعمل عملا صالحا حتى أولئك الذين حال بينهم وبين الصيام مانع وعدر شرعي بسبب مانع وعدر شرعي كالمرضي والصفاري وغيره فدعوتهم مستجابة بإذن الله سبحانه وتعالى فليكن إخواتي الكرام أخواتي الكريمات دعاؤنا في هذا الشهر الفضيل وهذا هو واجب الوقت في هذا الشهر الفضيل أن يكون دعاؤنا بأن يرحم الله تعالى هذه الأمة وأن يرحم البشرية جمعاء وأن يرفع عنا هذا الوباء وأن يحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين جميع أجمعين وأن يعجل بالشفاء للمرضى والمصابين وأن يرحم الموت هذا هو واجب الوقت في هذا الشهر الفضيل الذي نسأل الله تعالى أن نبلغه فاللهم بلغنا رمضان واستجيب فيه الدعاء يا مجيب الدعاء والحمد لله رب العالمين